أبدت الأوساط السياسية والمختصة بالشأن الاقتصادي في إقليم كردستان أبدت مخاوفها من أن يهمش الكرد من المبالغ التي خصصت للعراق لإعادة تعمير مناطقه لا سيما وأن هناك مشاكل عديدة تواجههم كالموازنة وانتظار صرف رواتب الموظفين التفاصيل في التقرير الآتي مثل ما ذهب عاد هو الوفد الكردي المشارك حضورا بمؤتمر الكويت والغائب حصيلة من المراد إعطاءه إلى العراق هكذا أكد الوفد المشارك من الإقليم والمختصين بالشأن الاقتصادي هذه 30 مليار دولار إذا يتم توظيفها بشكل جيد وبناء على دراسات بحيث يكون لكل المناطق المتضررة سواء مباشرة أو غير مباشرة وعلى أسس علمية الصور أيضا راح تكون هي بداية جيدة ويمكن تكملتها لاحقا أيضا مع الأسف سنوات السابقة التي شفناها في إدارة الحكم في بغداد لم تكن في هذا الاتجاه لكن نتأمل خيرا في المستقبل إلى ذلك حملت الأوساط السياسية في الإقليم حملت الحكومة العراقية مسؤولية تهميش الكرد وصولا إلى إقصائهم نحو حرب اقتصادية لم تثمر منها اللحظة حلولا واقعية لاجتياز الأزمة التي تحولت إلى أزمات متتالية المؤتمر الذي عقد في الكويت لم يلبي طموحات الشعب العراقي العراقي يحتاج إلى أكثر من 85 مليار دولار ولم يحقق إلى ثلث هذا المبلغ بمعنى 30 وحتى في هذا المبلغ لا أعتقد أن حكومة بغداد الحالية ستسمح بتدفق هذه الأموال أو هذه الاستثمارات إلى كردستان خاصة وإنها تقف بعد الاستفتاء موقف عدائي مع كل شيء يتعلق بإقليم كردستان هذا وما تزال المشاكل الاقتصادية التي تدك كاهل المواطن الكردي إضافة إلى الأزمة الكلية التي يعيشها الإقليم بلا حلول ناجعة لا من قريب ولا من الأبعد منه لا يبدو أن القادم على أثر الموازنة وتأخير صرف رواتب الموظفين وصولا إلى مشاركة الكرد الإسمية بمؤتمر إعادة إعمار العراق يلوح بأفق حل قريب أو بعيد بحسب مختصين كرد لقناة الفلوجة مهند محمود أربيل